اشتركوا في القناة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي صحة وسعادة صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء في هذا البرنامج نفتح المجال ونفتح الأبواب والنوافذ على مصراعيها لاستقبال آرائكم اقتراحاتكم ملاحظاتكم كل ما من شأنه تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام أيضا نستقبل كذلك مقترحاتكم وأراكم حول الخدمات التي تقدمها هيئة الصحة في مراكزها الصحية وفي مستشفياتها ومرافقها فأهلا ومرحبا بكم هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي وأيضا في الإخراج معنا المبدع عيسى سبيل وفي التنسيق أشواق مسعد وهذه تحيات فريق الإعداد بقسم الإعلام بإدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الصحة طبعا مستمعين مثل ما عودناكم نحن في جاي تيكس عندنا مسابقة يومية مسابقتنا اليوم سؤالنا يقول ما هي التحديثات التي تم إدخالها على تطبيق طفلي ما هي التحديثات التي تم إدخالها على تطبيق طفلي هل دعم التوائم هل تمديد فترة ما أعلم كيف أصيغ لحظة ما نقول يعني التطبيق كان يدعم سنتين قبل الآن أصبح يدعم حتى الخمس سنوات الأطفال حتى الخمس سنوات هل التطبيق بدأ يدعم مولود ثاني أم جميع ما سبق طبعا الإجابة بتعرفون عليها يعني مع سير الحلقة بس نعيد السؤال ما هي التحديثات التي تم إدخالها على تطبيق طفلي دعم التوائم تمديد فترة الاهتمام بالأطفال إلى خمس سنوات أم دعم مولود ثاني ولا جميع ما سبق مثل ما قلنا إرسال الإجابات على أربعة صفر صفر ستة والفايز معانا بيفوز بشو بساعة أبل مقدمة من هيئة الصحة بدبي البرحة سلمتوا جوائز حق حد من الفايزين حق ثنينة ما لليوم الثاني ونيوم الثالث الطفلة صورتوها ألا أه كان عندها امتحان يحليلها أنزين فمنقول ألف مبروك إن شاء الله للفايز معانا قريبا أرقام التواصل معانا على ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة أو عن طريق الرسالة النصية على الرقم أربعة صفر صفر ستة مستمعين نأخذكم في جولة أخبارية سريعة صحة دبي وتنظيم الاتصالات يبريمان مذكرة تفاهم لدعم أمن وسلامة المعلومات القطامي حريصون على اتخاذ جميع التدابير التي تحفظ بيانات الهيئة من أية مخاطر والمنصور يقول نعمل على تأمين الفضاء الإلكتروني وضمان أمن المعلومات وتدفقها طبعا وثقت هيئة صحة بدبي شركتها الاستراتيجية مع هيئة تنظيم الاتصالات بمذكرة تفاهم نوعية تولى بموجبها فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الأهل الوطن التابع لتنظيم الاتصالات توفير أعدى درجات السلامة والأمان لقاعدة البيانات والمعلومات الخاصة بصحة دبي وتقديم كافة أشكال الدعم التي تحفظ بيانات الهيئة من أية مخاطر أو مشكلات محتملة وتحول دون انسيابها وتدفقها وتداولها بشكل موثوق ومعتمد جاء ذلك على جانب مشاركة هيئة الصحة في دبي في معرض جايتكس 2016 حيث وقعت اتفاقية من قبل معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة ومدير العام لهيئة الصحة وعن هيئة تنظيم الاتصالات سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة وسط حضور مجموعة من مسؤولي الطرفين مثل ما قلنا نحن بعض البنود الخاصة بهذه الاتفاقية حقيقة يعني المذكرة حددت مجالات التعاون بين صحة دبي وتنظيم الاتصالات على مستوى أمن المعلومات وآلية التنسيق لتبادل البيانات وتزويد الجهات التابعة لهيئة الصحة بالإنذارات والتحذيرات المتصلة بمخاطر الفضاء الإلكتروني بما في ذلك الاختراقات والفيروسات بالإضافة إلى خدامات الاستجابة لأي حالات طارئة وتمتدى فاق التعامل بموجب هذه المذكرة بين الطرفين لتشمل الإرشاد والتعليم والوعي حيث يقوم فريق الاستجابة الوطنية بتزويد ومثلات الضعف لمساعدة الهيئة في الوصول إلى النتائج أفضل لحماية تنظمة الهيئة وقاعدة بياناتها كما يعمل فريق الاستجابة كنقطة اتصال لتنسيق كافة الاتصالات مع السلطات وفرق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي الوطنية والدولية إلى آخر ذلك من البنود طبعا يعني مسألة حماية أمن المعلومات هي من المسائل التي دائما ما تؤرق يعني العاملين في مجال أنظمة المعلومات ذلك أن الحماية من المعلومات هي من الأمور الرئيسية في بداية أي مشروع تقني دائما أول ما يطلعوا لك يقولوا لك أمن المعلومات فهي مسألة مهمة ونحن إن شاء الله نتمنى أن تكون هذه مذكرة التفاهم بوابة يعني خير لكل الطرفين طيب نروح لأخبارنا المنوعة اليوم يعني في خبر يقول هذه المسجات هذه كان عندنا برنامج نحن تفسير أحلام قبل البث المباشر ها البث المباشر هذا شو عير هذا حلمان يقول سويت رفرش طال عمرك طال علي الصراحة شفت القمر الصبح وتحسب الشمس طلعت من الغرب فحان وقت القيامة يا الله في صباح الله خير نمزين القراءة بما أن في عام القراءة القراءة فوائد كثيرة ومهم اكتشف العلماء وجود علاقة بين العمر الذي يبدأ فيه الطفل بالقراءة وبين تطور ذكاء حيث يمكن ملاحظة ذلك في السابعة من العمر ومن أهمها تطور القدرات اللفظية وغير اللفظية الضرورية لفهم النص المكتوب وأيضا القراءة هي أحد الأشكال المهمة للنشاط يثبط بقوة مع اللفظ وفهم الكلام ويعني توسع حجم المفردات اللغوية وتحسنها بشكل جيد جدا يزيد المعرفة ويحمي الدماغ من الأمراض كالزهايمر وعندما يقرأ الإنسان يزداد نشاطه الدماغي ويبقى على هذه الحالة مما يحسن حالته بشكل عام ويطيل فترة الشباب فالله يخليكم يعني لا تهجرون الكتاب في فوات صحية كذلك قال باحث أمريكي إن العسل يمكن أن يكون بديلا عن المواد الحافظة التي تضاف لبعض الأطعمة من أجل تخزينها وجعلها صالحة لأطول فترة ممكنة بسبب احتوائه على مواد مضادة للأكسدا واستبدل الباحث نيكي إنكي سيز الأحماض الأمينية لمنع الزيت الموجود في المرق في مرق الصلطة وفي سائل الذورة الحلو الذي يوضع في الكثير من المنتجات في الكثير من المنتجات المرق ليعطيها نكهة ومداقا حلوا من التأكسد وقال يعني هذا الباحث نيكي وهو مساعد بروفسور في قسم كيمياء الأغذية بجامعة إيلينوي تبين لنا أن المواد المضادة للأكسدا في العسل حافظت على نوعية من مرق الصلطة لنحو تسعة أشهر وجعلت مذاقها حلو طبيعي وضاف أنه أجر اختبارات على تسعة عشر نوع من العسل لمعرفة تأثيرها وخصائصها وقدرتها على حفظ المواد التي تضاف إليها فتبين أن معظمها يحتوي على مركبات بإمكانها حفظ الأغذية لعدة أشهر طبعا فريق الإعداد يعرفون أن أنا أحب العسل لكن يبوني دراسات زينة دراسات ممكن تفيد الناس أكثر يعني فيتامين دال يؤدي لأمراض القلب والأوعية الدموية يرتبط نقص فيتامين دال تقليديا يسأل نحن نازم نطلع فاصل بس هذا الخبر على السريع ما بخير سكلا يرتبط نقص فيتامين دال تقليديا بإضافة العضلات والأعظام لكن الباحثين تنامت لديهم الأدلة على ارتباط نقص فيتامين دال النشط في الدورة الدموية بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية هذا يعني عامل إصابة جديد يضاف لارتفاع ضغط الدم والبدانة ومرض السكر فضلا عن حالات القلب السابقة ستنشر بعد أيام في دورية مجلة الكلية الأمريكية لطب القلب وأوردت المراجعة توصيات عملية للفحص الجماعي لانخفاض مستويات فيتامين دال النشط وعلاجه خاصة المعرضين لمخاطر إصابة كمرضى القلب أو البول السكري إذن الخبر يعني في الكثير من المواضيع نحن اللي يهمنا أنه يا جماعة الخير على حسب هذه الدراسة نقص فيتامين دال قد يؤدي لأمراض القلب والأوعية الدموية نذكركم بسؤال المسابقة سؤال المسابقة وين كتبتنا حافظنا أعتقد يقول ما هي التحديثات التي تم ادخالها على تطبيق طفلي هل تمديد فترة الاستفادة من هذا التطبيق بعد أن كان يشمل الموليد حتى السنتين إلى خمس سنوات أم دعم التوائم أم دعم مولود ثاني أم جميع ما سبق فاصل وما أرجع لكم اطرشو لنا الإجابة مع الاسم الثلاثي بارك الله فيكم الاسم الثلاثي أساس أنه بس سهلون علينا عملية الاختيار بالكمبيوتر واللهم صلي على محمد على أربعة صفر صفر ستة فاصل وما أرجع لكم صحة وسعى أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مسمعيني الكرام حياكم الله معنا في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للآلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي سؤال حلقتنا اليوم مستمعين اللي يبغي يشارك على أربعة صفر صفر ستة ساعة أبل مقدمة من هيئة الصحة بالتزامن مع معرض جاي تيكس بالتزامن مع مشاركته في معرض جاي تيكس 2016 السؤال يقول ما هي التحديات التحديات التحديثات ما هي التحديثات التي تم إدخالها على تطبيق طفلي ما هي والله يعني أشوفك من صفح عيسى وإيه كيب التحديات يعني الواحد لازم يتغلب على هذه التحديات فهوين الشاي لا شاي لا ما يضيف أنا موجود معانا ولا يبتول شيء للحينة ما هي التحديثات التي تم إدخالها على تطبيق طفلي هل تطوير التطبيق ليشمل الأطفال بعد ما كان يصل إلى حد العمر سنتين ليشمل التطبيق خمس سنوات أم دعم التوائم هل بدأ التطبيق يدعم التوائم أم بدأ يدعم مولود ثاني ولا جميع ما سبق ها أسهل منتي ما في ترى أسهل منتي ما في طبعا الحوار القادم الحين اللي ما نتعرف فيه بعد كذلك على الإجابة لكن طرح شون الإجابات اللي صحيحة على 4006 لأن الحين ولا إجابة غرط اللهم لك الحند عموما معنا في الستوديو الأستاذ وليد الظهوري رئيس قسم التطبيقات الذكية في هيئة الصحة بدبي الله حقيق سيد محمود يعني وايد مستنسين بالتطبيقات اللي تقدمونها مستنسين حقيقة بالخيارات اللي موجودة في هذه التطبيقات اليوم بما أن نحن تحدثنا عن تطبيق طفلي فما نخلي تطبيق طفلي آخر الأسئلة اللي منسألها زي ما نتكلم عن التطبيقات التي تشارك بها هيئة الصحة بدبي بشكل عام في جايتكس 2016 ما الذي تطرحونه في جايتكس 2016 هيئة الصحة بدبي تطرح متوعة من التطبيقات منها تطبيق طفلي اللي تكلمنا عنه قبل شوية نعم اللي قلت لي أذكره آخر المرامج وحياتي وصحاتي الله خليك وعندنا المكتبة اللي خاص بلموظفيين والبحث عن الدكتور عدنا نحن في دبي أطباء دبي أطباء دبي نعم نعم نبتدي بحياتي حياتي هنا لك يعني بعض التحديثات التي قمتم على بإدخالها في هذا التطبيق أو شيء نعرف المستمعين بهذا التطبيق اللي ما ضاف هذا التطبيق الصحة أن ينزل عنده ونعرفهم شو هو هذا التطبيق وليش هذا التطبيق نحن طلعنا بتكلم عن الفكرة بشكل عام من البداية الفكرة بدأت أننا نحن سوينا ورش عمل من خلال ورش عمل هذه جمعنا نحن مرضى السكري الأمهات الحوامل عندك الدكاترة ومن الدكاترة هاي طلعنا بمخرجات المخرجات اللي كانت هي طفلي وحياتي نعم حياتي هو برنامج طبعا لمرضى السكري من زين أحيان هذا التطبيق التحديث الذي لدينا نحن يفيد ربط التطبيق نفسه بالأجهزة الإلكترونية نعم أحيان سابقا قبل الإدخال كان يدوي عن طريق الأجهزة نفسه مصولة بالموبايل وعلى طول المعلومات تدخل في النظام نفسه جميل من زين التطبيق بعد فيه يكون حجز مواعيد تحديث المواعيد الغاء المواعيد الوصفات الدوائية من ناحية الأغذية البرامج الأغذية الموصولة التوصفية هيئة الصحة وهي فكرة عامة عن البرنامج نفسه جميل شو الأبديت اللي اختصرتوه في هذا التطبيق التحديثات اللي طارحين الحين في جايتكس يعني الواحد بيروح بيشوف شو بالضبط ورد على هذا التطبيق مثل ما قلت أنا إلغاء المواعيد وبعد نفس الشي ربط الأجهزة باللقاء عندك جهاز يسمونه الفتبت يقيس حركتك اليومية عندك جهاز الوزن وبعد نفس الشي وفحص السكري وبعد جهاز الضغط هاي كلهم موصولين بالتطبيق نفسه وبشكل عام هذه يعني وقسمنا نحن التطبيق ترس سنوات ترس مراحل وبعد نكون إن شاء الله بيكون فيه مراحل زيادة وكل سنة نجتمع مع لجنة معينة ونأخذ منهم ملاحظاتهم على التطبيق نفسه ونضيف هالإضافات عندنا نحب في التطبيق إذن هذا التطبيق هو مخصص لمرضى السكرية نعم زين اللي ما يعاني من هذا المرض ممكن أن يستفيد من هذا التطبيق أو ممكن أن يستفيد أن يتعامل مع ناس حوالي مرضين بمرضى السكرية أو شيء تقدر توصل للتطبيق مثل أخ أو عندك بأحد الأبوين وبيكونون هالأبوين على الطلاع على المعلومات يعني يعني معلوماتك أنت وبعد هذا التطبيق نفسه بيكون إن شاء الله على المرحلة الثالثة موصول بالدكاترة اللي هم بيكونون يطلع على معلوماتك أنت لو سمح الله وبعد من خلال التطبيق هذا مثلا عندك النداء استغاثة لو عندك في وضع صعيب وحبيت في الخيار في التطبيق هذا على طول يطلع بقرة بشخص لك أنت إذن التطبيق موجود باللغتين العربية والإنجليزية زين وهذا التطبيق أعزاء المستمعين يمكن مرضى السكري من متابعة حالتهم ذاتيا صحبا شماندس ولا أنا غلطان ومراقبة التطورات اللي ممكن قد تنجم عن هذا المرض المزمن اللي يعاني من الجسم شكل عام يعني أيضا كذلك أنتوا في رمضان يعني كنتوا حاطين حتى من بين الأشياء الجميلة في هذا التطبيق أن خليته شوي في مواعيد الصراع وأيضا كيف الواحد يطلع بصيام الشهر يعني بشكل صحي وتراغبون في معدلات السكر بالدم بانتظام وتناول الجرعات الأدوية بالنسبة لهذا المريض فهو يعني من التطبيقات المهمة جدا لمرضى السكر تبغي تضيف شيء على التطبيق نعم ويعطيك تقرير ستة شهور عن وضعك أنت يعني وعساسا أنه بعد يكون عندك خلفية أو عند الدكتور خلفية شو يعني اللي صار خلال ستة شهور هذه ممتاز إذن يعني أي حد عنده لا سمح الله يعني الله يشاف الجميع لكن مثل ما نقول نحن مرض السكري يعني علاجه هو التعايش معه التعايش بشكل صحي فهذا التطبيق يساعد بشكل كبير في التعايش مع هذا المرض فاللي ما بنزل هذا التطبيق ننصح باش مهندس أنه ينزلها حتى لو ما كان يتعامل مع الهيئة أكيد أي نعم عندنا نحن واحد من تسعة أشخاص فيهم مرض السكري في البلاتنية فأوصي بالكل يعني جميل جميل إذن في تطبيق معلومات ثارية عن كل ما يتعلق بأسباب الإصابة بالسكري طرق الوقاية السبيل إلى التغذية السليمة وما يتصل بذلك من المحافظة على صحة الأفراد ولياقتهم الطبية ما ننتقل الآن للتطبيقات الأخرى اللي موجودة معنا باش مهندس بس خلنا نذكر بسؤال الحلقة اليوم سؤال الحلقة يقول ما هي التحديثات التي تم إدخالها على تطبيق طفلي هذا العام هل يا ربي بقولكم ليش بالياباني واحد مجاوب عيسى ما فهمت شو مكتوب الياباني شوف شوف ما تعرف الياباني عبارة تعرف والله زي طيب زي الميثة تقول توقيع هذا انتم مفاهمين عموما ما هي التحديثات التي تم إدخالها على تطبيق طفلي هل تمديد فترة استخدام التطبيق ليشمل الأطفال لعمر خمس سنوات بعد ما كان يشمل سنتين هل تم استحداث دعم التوائم هل تم استحداث ادخال مولود ثاني في نفس الفترة كل ما سبق الإجابة على أربعة صفر صفر ستة باش ماندس نتكلم عن شو عن طفلي خلنا نتكلم عن طفلي يلا نتكلم عن طفلي شو هي التحديثات اللي تم آه فاصل زي إن شاء الله بعد الفاصل ما نتكلم عن طفلي عصب ما نقدر كله لعيسى زي عيسى نزل تطبيق حياتي لا تنسى ها آه آه ما شاء الله تعرفش يقول عيسى يقول كان واحد من اللجنة اللي اخترتوهم في عملية التطبيق نفسه في المعلومات اللي اللي تم تحديثها في هذا التطبيق يا أخي أنت إنسان مهم وانا ما أدري والله يا عيسى أنت إنسان مهم أنا ما أدري بس شوفوا الرقام قبل ما ليجاوب الفائز إذا كان الرقم عيسى بعد يكبكموا في لجنة الطفلي ترى لا عموما مستمعين فاصل وبعد الفاصل ما رجع لكم مستمرين معاكم في الحوار للتواصل معانا على ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة أو عن طريق الرسالة النصية على أربعة صفر صفر ستة شاركونا في مسابقتنا والفائز إن شاء الله بيفوز معانا بساعة أبل مقدمة من هيئة الصحة في دبي وعيسى لا تدخل المسابقة لأنه ما لك أمل أبدا فاصل وما نرجع لكم صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة هو برنامج تقدم لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي سؤال حلقتنا اليوم اللي نطرح بالتزامن مع مشاركة هيئة الصحة في دبي في جايتكس 2016 السؤال يقول ما هي التحديثات التي تم إدخالها على تطبيق طفلي هل تمديد فترة التطبيق من ليشمل الأطفال حتى خمس سنوات دعم التوائم أم دعم مولود ثاني ولا جميع ما سبق يمكنكم المشاركة على أربعة صفر صفر ستة جدامنا ربع ساعة ها عيسى عقب نوقف استقبال الإجابات عندكم تقريبا ربع ساعة اللي حاب يشارك معنا ما حد يطرش الإجابة الأولى الإجابة الثانية الإجابة الثالثة الخيار الأول لأن أنا كل شوية أغير مرة أقول هذا أول شيء مرة هذا هكي آخر شيء فالله يخليكم طرشولي الإجابة مع الاسم الثلاتي لأن في وصلتني إجابة غلط وللأسف يعني أنا أزعلم متيني إجابة غلط مع التوقيع الياباني طبعا مستمرين مع الأستاذ وليد الظهوري رئيس قسم التطبيقات الذكية في هذه الصحبة دبي حياك الله معانا مرة ثانية أستاذ وليد الله حييك أخوي وليد يعني وايد مستنسين أنك كنت معانا طبعا هذه أول مشاركة لك معانا في هذا البرنامج تكلمنا عن تطبيق حياتي وشوي يتذ بغينا ندخل في طفلي عيسى قال فاصل الحين خلنا نتكلم على طفلي خلنا نغش المستمعين بعد بما أن أنا واحد من الأسئلة التي أطرحها عليك ما هي التحديثات الجديدة التي طرأت على تطبيق طفلي تفضل طبقا التحديثات التي طرأت عندنا نحن جديدة أو تطبيق يدعم التوائم تطبيق يدعم لأطفال خمس سنوات كيف يدعم التوائم يعني ما فهمت يعني ما حل ممكن يدخل توأمين نعم يعني في من الملاحظات من الملاحظات اللي وصلتنا نحن في ناس يجيهم توأم والتطبيق ما يدعم الحالة هذه فيقدرون يدخلون بيانات التوأم في التطبيق نفسه نزين نزين التطبيق يدعم لخمس سنوات كان قبل سنتين أيوة نعم وبشكل عام التطبيق يساعد الأمهات من ناحية البرنامج الغذائي شو ناكسر عند هي شو الأشياء وعندك بعد للأم وللطفل ها للأم وللطفل نزين أين تفضل وبعد التطبيق يدعم إذا كان فيه مولود ثاني يعني مثلا الأم إذا كان عند الولد بعد سنة واحدة وبعد إياها مولود جديد تقدر تدخله في السسنو وشوفه في النظام نفس التطبيق نفسه وحطها ممتاز إذن هذا بالنسبة لأم والطفل هل الأب يمكن يستفيد شوية من هذا التطبيق ولا ما يخصه فريته بره لا لا أكيد التطبيق بعد يمكن تشارك أفراد من عائلتك عندك مراحل مثلا عندنا نحن في التطبيق نفسه أسابيع يعني خلال الشهر هذا يمكن التوقع الطفل يمشي خلال الشهر هذا يمكن لا سمح الله يتقلب فأحيانا تقدر تسوي مراحل هذه توثقة كصور وبعد تقدر تشارك فيها أقاربك ومنها يعني الأب ومنها يمكن الأم المرأة الحامل وبوها و ممتاز يعني تطبيق شامل للأم وأيضا مثلا ما ذكرت يعني من خلال التطبيق يتم توفير جميع الخدمات والمعلومات الخاصة بالطفل حتى بلوق سن الخمس سنوات كنتوا قبلين سنتين أيها الأم الآن تستطيع أيضا إعادة جدولة وإلغاء المواعيد الطبية عن طريق هذا التطبيق لحصول على محتوى تثقيفي وتوعوي متكامل حول سبل الرعاية من خلال يعني اللي أنا عارفة طبعا التطبيق ما نزلته للأسف لأن الحين لأنه ما عندي لا لا شسم ناقة ولا جمل في هذا التطبيق ولكن أعتقد اللي عنده أسرة ممكن أن ينزل هذا التطبيق لأنه فيديو ومقالات وأيضا بعض الانيميشن والغرافيك اللي الواحد يستفيد ويتعلم منها شو اللي قاعد يصير مثلا في مقالات يعني الانترنت نحي عندك أنت تطبيق طفلي وحياتي موفقوي من هيئة الصحة يعني محتواها معتمد يعني من جهة رسمية صحيح ما لا تدور في الانترنت وتشوف يكون معلومات مغلوطة مش موثوقة يعني صحيح نزيل بعد خلال المراحل هذه يعطيك تقارير يعني ملاحظة شو التوقع خلال الشهر هذا زيان وبعد يكون عندك دخول على المحتوى الكامل يعني مو بشرط الاسبوع هذا ولا شهر هذا تقدر تطالع المقالات بشكل عام يعني تشوف تسبق الأحداث جميل جدا مثل ما أيضا في بعض الخيارات اللي كانت في حياتي بالنسبة للأنظمة تنظيم الغداء وكذا أيضا مثل ما ذكرت باش مهندس أن الأم كذلك تستطيع أن تتعرف على الأغذية السليمة والمناسبة لها خلال فترة الحمل ما أدري أنتو مسوين شيء قبل الحمل واحد إذا تفكر أن شسم تحمل شو المفروض تسوي قبل وكذا في هذا التطبيق أعتقد كان فيه بعض المعلومات بهذا الشكل هو بشكل عام يقولوا لك قبل هو التطبيق يعني يتمل من بداية الحمل يعني ادخل المعلومات أول ما تعرف أنه حامل تدخل المعلومات الحمل بس بشكل عام مثل ما نصعدت الدكتورة في البارحة قالت أن الحمل هذا قرار يجب أن تستعد قبل الحمل يعني لازم نشوف هل هي عنده أمراض وشوف شو الأمراض اللي عنده هنده وشو اللي في العائلة شو لازم نسوي من البيتامينات لازم تاخذها هذا القرار يعني تشوف الحمل هذا يبدأ قبل الحمل جميل جميل أشواء شو فينا فيصل موجود معنا على الخط سامحني أنا بش مهندس بس بنتقل معك إلى المنصة مع زميل فيصل بن فارس بشوف شو عندك رسالة أو تغطية تغطية اليوم وما نرجع مرة ثانية نستكمل حديثنا بس قبل أن نطلع عند فيصل هنذكر بي سؤال الحلقة سؤال الحلقة ما هي التحديثات التي تم إدخالها على تطبيق طفلي هل تمديد الفترة ليشمل حتى الأطفال لخمس سنوات دعم التوائم دعم مولود ثاني أم جميع ما سبق على أربعة صفر 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 أربعة صفر صفر ستة صفرين ها موثلات صفرين ستة فيصل صبحك الله بالخير صبحك الله بالخير محمود ألا وسهلا شحالك طيب خبرنا شو عندك اليوم والله المتدية تقريرنا لهذا اليوم بالأمس محمود كانت هناك توقيع اتفاقية تفاهم بين هيئة الصحة بدبي وهيئة تنظيم الاتصالات وقع من قبل هيئة الصحة معالي حميد القطامي رئيس مدنس الإدارة والمدير العام وأيضا من جانب هيئة تنظيم الاتصالات سعادة حمد المنصوري مدير عام الهيئة أيضا بالأمس كان هناك زوار كثر زاروا منصة الهيئة ومن ضمنهم كانوا عدد من معالي الوزراء وأيضا كانوا هناك مدراء عامين جاروا منصة الهيئة هيئة الصحة بدبي وأيضا كانت هناك الكثير من الوفود الأجنبية للاطلاع على أهم أو آخر ما تقدمه هيئة الصحة بدبي من تطبيقات ذكية وأيضا من خدمات إلكترونية كان الجميع سعيد بهذه القدمات التي تقدمها الأجنبية بالأمس أيضا كانت هناك حلقة خاصة عن تطبيق طفلي من خلال العيادة الذكية كان المهندس أيضا وليد من المشاركين بهذه الحلقة طبعا هذا التطبيق طفلي خاص بالمرأة والطفل واليوم أيضا عندنا حلقة خاصة العيادة الذكية عن تطبيق حياتي وهو تطبيق خاص بمرضى الشكري طبعا مبادرة العيادة الذكية تم إطلاقها من حياة الصحة بدبي وذلك لسعيها للتواصل مع مرتدين الشبكات الاجتماعية وأيضا لتوعيتهم ويعني هو برنامج توعوي يعني بشكل كبير والحمد لله نحن خطينا خطوات كبيرة في هذه المبادرة عبر العيادة الذكية طبعا في موضوع أخوي محمود في لا يزال لا تزال فرصة مكانية تسجيل في برنامج سعادة عبر منصة الهيئة اليوم باتر آخر يوم فأيضا المنصة إذا حد يحب يسجل في برنامج سعادة فممكن يزور منصة اليوم أو بكرة طبعا برنامج سعادة هو برنامج يعتني أو مسؤول عن تأمين الصحي لمواطنين إمارة دبيل بالإضافة لما سبق محمود كانت طبعا خلال أيام الماضي واليوم أيضا عندنا كثير من الورش لورش العمل للزوار لزوار المنصة لتعريفهم على أحداثنا الاستراتيجية وأيضا التطبيقات التي سنقدمها وهناك شرح تفصيلي لمن يرغب ليحصل على معلومات إضافية أو أي شخص لديه استفسارات يعني هناك الكثير من اللي يزورون محمود هم ناس تقنيين وعلى درائع كبيرة بالأنظمة والتطبيقات الذكية وهنهم مناسبة جدا لكي يجتمع الجميع في هذه المنصة ومنصات أيضا الدوائر والجهات الحكومية الأخرى المشاركة لكي يطلع على آخر ما توصل عليه نحن أيضا نحاول نطلع على الخدمات أيضا المقدمة من الدوائر الأخرى لكي نرى أين نحن من من هذه الخدمات أيضا نعم شكرا لك فيصل بن فارس كان مراسلنا من معرض جايتك سلفين وستاش كان يعني متواجد في جناح حياة الصحة ونقلنا يعني تقريبا ما حدث بالأمس في جناح حياة الصحة شكرا لك فيصل مشكور شكرا شكرا إذن نعود إلى الستوديو نعود مع ضيفنا في الستوديو الأستاذ وليد الظهوري رئيس قسم التطبيقات الذكية أستاذ وليد تحدثنا عن حياتي وطفلي وأيضا باقلنا خمس دقائق تقريبا من وقف استقبال الإجابات على سؤال الحلقة اليوم سؤال الحلقة اللي كان يقول ما هي أهم التحديثات التي طرأت على تطبيق طفلي وقلنا أن التطبيق تم تمديده إلى خمس سنوات يدعم التوائم يدعم موجود ثاني جميع ما سبق اختاروا الإجابة السليمة وابعثوا لنا أياها على أربع صفر صفر ستة الآن من بين التطبيقات الموجودة أو الحلول التقنية الجديدة اللي طرحتوها أخوي وليد في تطبيق تبرع بالدم في سلامة في الأمراض الجلدية في أيضا سعادة خلنا نتكلم على كل شغلة على حدة الآن نبتدي بسلامة الملف الإلكتروني الملف الإلكتروني الطبي هذا ملف الإلكتروني الطبي بنغير فيه خطة إن شاء الله بكل نص سنة الياية بتكون موجودة بيطلق يعني كمرحلة أولى نزين على مستشفى معين شو الملف الطبي الإلكتروني هو جعل ملفات جميع المرضى على مستوى بستشفيات صحة دبي والتخصصية والعامة يكون له ملف الإلكتروني موحد ومن خلال الملف الإلكتروني بعد نحن نهى التطبيق سلامة بيكون الدكتور عندنا نحن بيكون عليه دخول كامل على ملف الطبيب لو طلب الموضوع استجابة معينة ووضع خطر المريض نفسه وكيف يجاوب الدكتور الدكتور عن تطبيق كامل من خلال تطبيق هذا طيب يمكن بالفيديو يمكن بالصور يشوف المريض هذا يطلع على حالته وهو يمكن الدكتور لا سمح الله يمكن المريض يكون في مستشفى حتى والدكتور يكون موجود في مستشفى دبي ولا يمكن الدكتور يكون موجود في البيت من خلال التطبيق هذا نفس الشيء وهاي فكرة عامة عن سلامة جميل التطبيق التبرع بالدم هذا تطبيق جديد تم إطلاقه نحن تحدثنا والله للأمان عنه بشكل سريع وعام هذا التطبيق إن شاء الله رح يخلي هناك مثل جدولة لتبرع بالدم وبيطرح الكثير من الخيارات التقنية للأشخاص اللي يتبرعون بالدم وهمية التبرع بالدم فأعتقد أنه موعدة إذا إذا بتضيف شيء على التطبيق خوي وليد والله شوف موضوع التبرع بالدم هذا موضوع مهم يعني على كثير الحملات اللي صير وبعد في عدنا نحن نقص بالدم فلازم يكون أصلاً المتبرع يعني يعني في بعض المتبرع تقدر توصل لهم في بعض المتبرع ما تقدر توصل لهم صحيح فهل التطبيق هذا يوفر العملية هذه من ناحية أنه خلاص المتبرع يبرع ينزل التطبيق يعني ما لداعي يصير المركز التبرع بالدم ومن خلال يعبي معلوماته كله وبعدين يرسله عندنا نحن لبنك الدم ومن خلال بنك الدم بعد إذا تطلع بحاجة يعني محتاجين لدم فيه نطرش لأماكن الحملات مراكز التبرع بالدم وبعد ما أخذ عملية بعد عملية التبرع بالدم يكون إذا استخدمنا على مريض لا سمح الله يوصله رسالة شكرا لك على تبرعك بالدم هاي رسالة مهمة وايد يعني للشخص جميل نحن فيه تطبيق ما تحدثنا عنه اللي هو التطبيق صحتي واحد من أهم التطبيقات اللي أنتو طارحينها صحتي صح؟ صحتي هذا التطبيق باش مهندس يعني مخاشين أنتو في جايتكس ما تتكلمون عنه ليش هذا شي اسمه التطبيق الرئيسي نزين بعد نحن بخلينا كمفاجأة لأسبوع اللي ابتكار يعني إذا تكلمنا عنه زياد نزين بس خلنا نذكر مستمعين بشكل عام عن هذا التطبيق نزين تطبيق صحتي هو لمرضى العيادات العامة يقدم لهم يعني خدمات إذا حبي يطلع على نتاج فحوص الدم عندك وإن شاء الله جريبة بيكون فيه بعد نفس الشيء مواعيد إدارة المواعيد بشكل عام يعني هذا هو التطبيق هذا عيسى يقول لي أنا منزل هذا التطبيق عندي إياه وكل شيء وكي فيه مواعيد مواعيد تبرع الدم ما أدري كذا التحاليل كلها يسويه عن طريق التطبيق نحن تطبيق صحتي مثل ما قد أسبوع الإبتكار فيه بيكون الإطلاق للتطبيق كامل من زين وبعد نحن حاطين خطة على مدة السنوات هذه شو بيصير في التطبيق هذا ممتاز يعني الخدمة الإلكترونية تبدأ أول شيء كخدمة يعني تقدم في العيادة يعني مثلاً عقم الخدمة هذه نحن نخليها خدمة إلكترونية توثق وصير خدمة إلكترونية والخدمة الإلكترونية تحول لخدمة ذكية ونحن قاعدين نضيف إضافات للتطبيق هذا نفسه بناء على ملاحظات الجمهور ونشوف احتياجاتهم ونعيد نقيم التطبيق برة ثانية وبعد نشوف إن شاء الله بيكون فيه أشياء حلوة بعد فيه جميل نحن رح نوقف استقبال الإجابة على سؤال حلقة اليوم سؤالنا كان ما هي ما شاء الله ما هي التطبيقات التي يعني التحديثات التي نزلت على تطبيق طفلي هل جميع ما سوف يأتي الآن أو كانت دعنا نقول بس الإجابة هل تمديد العمر عمر الطفل لخمس سنوات في هذا التطبيق هل حتى يشمل خمس سنوات أم التوأم أم مولود ثاني أو جميع ما سبق الإجابة السليمة هي جميع ما سبق وعبد الرحمن معنا مداخلة على السريع عبد الرحمن لأنه عندي أقل من أربع دقائق تفضل السلام عليكم يا هلا يا هلا ملك الله فيك أنا أحبك وأحبك مرامجة فأتمنى لك الله يسعدك حقيقة هي إشادة بهذه الحطوات المباركة الطيبة وهذا ليس غريبا عن دبي لعل أجمل ما فيها وفيه أخي أننا إذا هدعنا إلى مستشيات خاطئة أو إلى عيادات خاصة خاصة أنا دبي تريد أن يفعل المستثمار لمجال التأمين والصحة ، جميل أن أهم من يمكن أن يستغرأنه تنفيذ في أي عيادة أخرى خاصة يطلع على ملف المد فيختصر عليه فحوصات ويختصر عليه لنقل تحاليل ويختصر عليه كثير من الأمور التي ستظهر له من خلال ملفه في التقديم أشهركم جزيلا شكرا وأتمنى لكم بركة ومزيدا من التقديم والله نشاكر لك على هذه المداخلة الإيجابية وأيضا بضيف على كلام عبد الرحمنين جماعة الخير حتى موضوع منظومة التيمين الصحية الآن بدأت تتيح لك أنت من خلال تطبيق سعادة يعني إذا أنت تستخدم وتستفيد من هذه منظومة التيمين سعادة إذا داش أنت على عيادة معينة تقدر تقيمها تقيم الخدمات اللي فيها هذه تعطي مثل data information أو معلومات لتقييم هذه العيادات ووضعها ضمن نصاب معين أو تقييم معين من خلالها ممكن حتى يتم تطوير منظومة تأمين سعادة بشكل أو بآخر أن يخلي القائمين على نظام سعادة يعرفون أن هذه العيادة جيدة والفيدباك عنها جيد فيستمرون معهم في عيادات كذلك ممكن أن يطلعونهم خارج نظام التأمين هذا على أساس أنه يبتدون يراجعون نفسهم ويرجعون مرة ثانية يعني فيها الكثير من عمليات التقييم أستاذ وليد لما يعطونا اسم الفائزة أنا بأخذ كلمة ختامية منك يعني تبغي تقولها بما أنه وصلنا إلى ختام الحلقة تفضل إذا كان الله خير أخوي محمود دور الهيئة صار حينه مش أحينه مبك قاعدين نقدم خدمة نحن قاعدين نوعي وقاية أكثر من أنه هي علاج يعني بس تعال عيادة عندي أنا بأخذ منك علاج وخلاص أحينه نبغي نوعي المجتمع وبعد كوقاية يعني ما لا داعي المريض يعدنا نحن ويقولنا يشكيننا حال ومن خلال التطبيقات هذه بيعرف الأعراض اللي عنده كيف يتجرنا بعد الأمور هذه قبل ما تصير يعني فبقول هذه كلمة الختامية اللي عندي أنا ومثل ما قلنا نحن قبل ملاحظات كلمة نحن هي يعني الهدف الأساسي اللي عندنا نحن لأنه سابقا الخدمة تبدأ من فوق لتحت أحينه نحن محتاجين ملاحظاتكم وأنتوا عساس بعد نطور الخدمات كيف ممكن تواصلون معكم من خلال التطبيق هذه النفسة فيه إطراحات وبعد الموقع فيه إطراحات نعم أستاذ وليد الظهوري رئيس قسم التطبيقات الذكية في هيئة الصحابي دبي نحن شكري لك تواجدك معنا وإذاك الله خير وما قصرت على المعلومات اللي قدمتها لنا شكرا جزيلا مشكور وخي محمد الله يسلم الفائزة معنا اليوم نوف أحمد نوف أحمد أنا كنت كاتب عبد الرحمن بعد عبد الرحمن هو اللي تداخل معنا في هذه المداخلة نوف أحمد هي الفائزة معنا بساعة أبل مقدمة من هيئة الصحابي دبي إن شاء الله نتمنى التوفيق حق حق الجميع وإن شاء الله باتشر عندنا أشواق إذا شوفينا إذا قدرنا نطلع جائستين باتشر بعد زين يعني على حسب هذا المتوفر من الجماعة عندنا هناك ما يقصرون يعني إذا طلبنا من عندهم إن شاء الله ما يقصرون بكرة إن شاء الله نسحب على جائستين ساعتين إن شاء الله بتكون معنا من خلال آخر حلقة هذه بالتزامن مع معرض جايتكس كل الشكر لكم مستمعين وكل الشكر لضيفنا الكريم أستاذ وليد الظهوري والشكر لفريق الإعداد والشكر لتيا أشواق مسعد والشكر لمخرجنا الرائع والمتميز دائما عيسى سبيل وشكر لعبد العزيز عزيزي أبلنا شاي وماي وهذه تحياتي محدثكم حمود يوسف العري وحتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة في الغد نتمنى أن تكونوا دائما بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي